السلام عليكم ورحمة الله وصفة جديدة على قناتنا فان دي ليس اليوم ان شاء الله غاد نقدم لكم كروسة بطريقة سهلة ومبتكرة ان شاء الله غاد عطيكم نتيجة اللي غاد يترضيكم مقادير وباقل كمية من الزبدة وبدون عراقيل بلا تلاجة بلا طويل وهز وحاد تخلين الساعة وديريها وجبتها سراحة اية ملك الواسطة ديال اللي معمرها كتصدق وكتعطي نتيجة بحال ديال الباتيسرية وخاد تربع لها ديال مرح تتعيي ودرتاب المارغارين درتاب الزبدة العبار نفس المشكل وقال لك يكون المشكل من من الضقايق لها اذا ما يكون مدعم من الغلوغلوكين الكافي اا او المواد اللي كتكون كتعاون محسنه اللي كتكون كتعاون الكروسة على انها تطلع المهم انا غاد نديرها بطريقة مغايرة ان شاء الله اتمنى انا اتنال لأعجاب ديالكم غاد نمروا المقادير مع طريقة غاد نحتاج الخمسمية غرام ديالتقيق غنحتاج للمعلقة كبيرة ديالحليب اا مجفف بيضاء واحدة 20 جرام خميرة للعجينة 60 جرام زبدة تكون بدرجة حرارة لمطبخة لتعاونك في الخدمة نحتاج نصف كس سكر سنيدة نصف كس عنباء نصف كس الحليب ونصف كس الماء نبدأ بالنوى شيفهم اللوني نجمع العجينة بمو الحليب نضيف الزبدة 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 ونضيف الزبدة اشرب الزبدة اشرب الزبدة اشرب الزبدة اشرب الزبدة قياس المقابيز 900غ زبدة 300 جرام الزبدة 1-3 جرام لا تخرج النتيجة 1-3 جميع عبادة 1-3 جميع عبادة 1-3 جميع عبادة 1-3 جميع الرمي 2-3 جميع رغم 1-3 جميعات لمحسنات باش هكده تعطيك النتيجة. وما فيها بس احنا نضيروا طرق مبتكرة اللي غد يتعاوننا ان العجينة ديالنا تعطينا كرواصة اللي هي مرضية. كما كتشوفو هاي الزبدة الدخلات اللي هي في العجينة بلا ما نبقى نضيف تقيق ولا نضيف تحاجة. الرمي يجبه العجينة مالسة بالفوق على حال الى محبة تبقى نضيف مبلغ عجينة تخمر لسوء الان على coś مرات سوف نضيفها في هاد الساعة تقريبا 21 دقيقة بتقدا يضاعف الحجم ديالها وحاول نحاول نعجنها مرة ثانية و نغطيها 10 دقائق هذه الطريقة سوف نقوم بها بعد المخابيز لأن وقلرة لديها علاقة بالخميرة لديها علاقة بالخميرة نضع الخبز نضع الخبز من العجين والقواط الخمير نضع الخبز و نضع خمير يجب الخمير خفيف وليس تقيل وعكس إلاج بنا خمرناه مرة قرصناه وقديناه وغطيناه خمر دخلناه نطيبه وكيجي شوية مدقص من الداخل ما كيجيناش مهوي من الداخل تعتمدها في المعجنة دي لكم حتى في القرص حتى في اي حاجة فيها تقيق والخميرة ديال العجين هانتو من المرحلة الأخيرة درت منها 11 كورا في نفس القياس هذه الصغيرة رأى بمتين بردتاني وتطليها منها شوي باش تخليني نخدم إنما رأى تقريبا خرج ليات 880 جرام في العجينة قسمتها على 11 كورا شرعتني 80 جرام في كل كورا ضروري هذا المسألة أن الكورا تكونوا مقدمة باش من اللي تجي انتها كتلقي فيهم من اللي تجي كيعطوك عبار واحد ما كتجيكش وحده صغيرة وحده كبيرة وحده مطلوقة بزاف ورقيقة وحده غليظة كورا شرعتني لما عندها الميزان تحاول انها تدير 11 كورا عينها ميزان هيكونوا مقدين غادي نطلقهم النوبل غادي نطلقهم كاملين بعد غادي نقنجي نزيد ليها شوية باش تعاوني من اللي غادي نطلقهم كاملين وغادي ندهن أنا هنايا خمسين جرام ديال الزبدة اللي دوبت وكفاتني بهذه العجينة كلها غادي ندير غادي ندير غادي ندير ندهن اللولة وغادي ندير عليها الثانية وهكذا هتنكمل قاعد 11 كورا اللي عندي من اللي كان لقى انه واحدة منهم تجيب نقصات نقصات في الحجم ديال وغادي نجروها باش تجينا مقدة مع اختها باش ما تخليناش مرين كونو كان خدمو كنتلقوا فيهم واحدة لنقصت نبدأ نطلق نطلق نطلقها بشوية بشوية نطلقها بشوية بشوية نطلقها بشوية نطلقها بشوية اذا الفرور نطلق النطلق نطلقها بشوية حلوة نطلقها حصلة نطلقها الكوكو نبوك اي حاجة بغيتوارا ممكن انكم تعمروا بها هاد الكرواصة هادي في الحاجة الحلوه ممكن تعمرهم حشوات لهم ومالحين زويني كيفما ممكن الى هنا يخطجنا ستاشر حبا ديال الكرواصة كيفما ممكن انكم ديروا النص ديال الحلو ونص ديال المالحة كده يكون عندكم جوج ديال الوصفات في الطبلة ديالكم وباقل عنا باقل تمارا بلا ما تبقيت تيري كرواصة بوحدها او ادري حاجة اخرى مالحة بوحدها ولا العكس اراكي كتحطي كرواصة مالحة وكتحطي كرواصة اللي هي حلوه غدا نستمر بهالطريقة هادي تنسى لقاء الموتالات كما كتشوفو ملاقطات كين صغير وكين كبير عندي جوج احجان كنتم مني لعجباتكم من وصفة تدروا لينا الجيم ودخلوا لينا تعليق اسفل فيديو اشتركوش في القناة فكندعوكم انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما هكذا الجديد ديالنا يطلع عندكم هانتو مملك يكون لفوق ملس على التحت را ممكن اننا نقلبو كرواصة ديالنا لانا اه بقوة ما اه دووزنا ديالك تطلق ديك الزبدة على سطح العمل وما كيجيش لتحت ملس بحل الفوق كنقلبو غايجيو بحال بحال نتيجة ما كينش فرق بيناتهم غادي تشوفو في اخير الفيديو غادي نجيب اصفر بيضة غادي ديروليها اما شوية الحنيبة او شوية الماء وغادي ندهنوهم وغادي نخليهم انهم يختامروا مازال شوية عاد باش ندخلوهم لفران الفران كل واحدة والفران ديالها كيك تخدمو عين كميزان كحتى كطيب اصفر بيضة واحدة كافية باش نخدمو به اللي درها اللي بغاير شوية ديال اللوز افيلية وشوية ديال الكوك غراه ممكن يرشو عليها و اللي درها مالحارة غادي رشي لها اللي بغا شوية ديال الفرماج او البافو او الزنجلين كيجي منظر غزال بعد ما طابوا وتحمروا غادي نحلكم وحدة باش تشوفو كيك تجي والى وصفة اخرى ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة